أبدأ قولي أبدأ يداوى بساعة تفضل أشرف أشوك على اليوم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم كان أولى جلسات ما بات يعرقه هيلاميا بين مزدوجتين بملف اسكوبار في صحراء تم إحضار المتهمين المعتقلين من السجن حضرة الدفاع الذين يؤذرونهم تم تأخير الملف لمجموعة من الاعتبارات أولى هذه الاعتبارات أولا مهل التمسى الدفاع من أجل طلع واحدة الدفاع ثانيا بعض المتهمين لم يكن لديهم دفاع ثالثا بعض المتهمين المتابعين في حالة صراح لم يحضروا أمام الدفاع ربما لعدم توصولهم بالاستدعاء قررت الحكمة بعد التأكد من هذه الأمور تأخير القضية لجلسة 13 ستا بعد ذلك شرع الدفاع ونحن كجزء من هذا الدفاع في تقديم طلبات الإفراج لفائدتي المؤذرين بيالهم نحن كذلك في نفس سياق التمسنا هذا الإفراج معللين إياه بثلاث عناصر بواقع بقانون ثم بعمل قضائي فيما يتعلق بالواقع المؤذر لنا كان كلما توصل باستدعاء خلال مرحلة البحث إلا وحضر سواء كان الاستدعاء مكتوبا أو شفاهيا عن طريق الهاتف كان دائما يلبي الحضور نحن أمام شخص متعاون مع العدالة شخص أبان عن حسنينيته شخص مقتنع ببراءته تاني الأمور التي اعتمدنا عليها وهي عنصر قانوني ذلك أن بعض العمل القضائي يعلي المتابع في حال تعتقال بخطورة الأفعال في حين أن القانون لا يتحدث عن خطورة الأفعال بل يتحدث عن خطورة الشخص إذا ظهر أن هذا الشخص خطير على النظام العام طيلة مجرايات البحث التي امتدت لشهور لم يصدر من مؤذر لنا أي شكل من الأشكال يمكن أن يستشفى منه على أنه قد يشكل مساساً أو تهديداً بالنظام العام ثالث الأمور التي اعتمدنا على فتسكية طلبنا لا يخفى عليكم وستمتفق جميعاً أن اختار الجرائم هي الجريمة الإرهابية بالرغم أنه في إحدى الملفات التي عرضت على محكمة ملحقة محكمة سينف بالرباط المتخصصة في قضية الإرهاب شخص كان متابعاً بقضية تتعلق بالإرهاب وضع دفاعه طلباً للإفراج النيابة العامة التمست الاستجابة للطلب بعد إخضاعه لتدابير المراقبة القضائية السيد قاضي التحقيق انتصر للقانون وانتصر للحرية وانتصر للدستور وانتصر لمادة الأولى من قانون المصطرة الجنائية وقال بتمتيح هذا المتهم بالإفراج المقات إذن المتهم دينا الجرائم المنسوبة إليه لا تصل بإي حال من الأحوال إلى خطورة هذا النوع من الجرائم هذه الأمور جمع نعتقد أنها كفيرة وشفيرة للمتهم بالقول في متابعته في حالة صراحة أستاذ أشرف بلنا نعفض توهم بالنسبة للمنسوب الهم كاملين بالنسبة للمنسوب الهم كاملين ما قدرش نجوبك للسؤال كيف هي جموعة من التهم ستعرفونها في إبانهم اللي غاد ينشرحوا في المناقشة دي لها نعم أستاذ جدوي كيف جديري الحالة الصحية للسايد نصر فيما يتعلق بالحالة الصحية سايد نصر هو اللي يقدر يجوب لها تسؤال ستعرف للمنسوب الهم كاملين شكرا للمنسوب شكرا للمنسوب شكرا لكم شكرا لك الله أكبر